السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما هو المسك؟ هو عبارة عن نوع من الأمور الطيبة والتي تسمى أو الذي يسمى بملك العطور والأطياب وتم ذكره في القرآن الكريم في وصف وثواب الأبرار في الجنة وأيضا للمسك العديد من الفوائد كونه يمتلك أقوى وأسكى رائحة من الممكن أن تمر على النفس البشرية فقد عرفه العرب منذ القدم حيث كانت تعطر به القصورة من خلال وضعه في وعاء خاص مصنوع من الذهب والفضة وهناك بعض الفوائد له أنه يساعد أو يدخل في بعض الأدوية التي تستخدم في علاج العيون ومن الممكن أنه يعتبر ترياقا ضد سمى الأفاعي وأيضا يعتبر المسك مقويا أو منبها للجهاز العصبي فهو يقوي النفس ويزيدها ثقة وتألقا أتمنى لكم دوام الصحة والعافية ألقاكم بحلقة أخرى اشتركوا في القناة